هاي ماميز كيفنا اليوم الموضوع يا ماميز اليوم عمنا وبيت الغضب عند الاطفال هيدا الموضوع انا كنت حكيتو على الشانل تاعي وانتو عم بتضلكم تطلبوه مني هارجع نزلكم الفيديو يمكن هيك بصير قريب بين ايديكن اكتر وبتصيروا بتشوفوا المعلومات اكتر وحتشوفوا الفيديوهات القديمة كيف كنت احكي فيها كتبولي تحد بالكومنت ايدي هاي ماميز كيفكن اليوم حبيت خبركن عن موضوع نوبات الغضب يلي بتجي للاطفال والنوبات العصبية وبتمنى انوا تكونوا عم تستفيدوا من الفيديوهات يلي عم نزلها هلأ خلونا مبلش نوبات الغضب والعصبية هي جزء من حياة الكتار منها قد ما كانت درجة استعداد طفلك الى وتربيتك الى الا ما يوقع بنوبة غضب لحظات دايما تخطي نوبات الغضب بلا ما تتخطي حدود طفلك والتعامل الهادي معه هو نصيحة لقلك لانه ما لح يكون بصالح حدا فيكن العصبية اذا بدك تمنعي من شيء او تنهي عنه حاولي دايما تفسري نفسك والاسباب ليه دايما ليه دايما حاولي لابنك حاولي لطفلك واستخدام اللباقة وتنقي كلمات اللي بيفهمها دايما انا بشدة تنقي كلمات بيفهمها على قد عمره علشان يقدر يستوعب شو بده منك اذا لاحظت انه الامر اللي لح تعطيه ممكن انه هو يصير غضبه حاولي تسهلي عليه تقبل الامر حاولي تفسري له مثلا اكيد لح يلبس الحزاء لح يلبسه ما ضروري الاسود اللي ما بيحبه خليه يلبسه الابيض ما تجبري على فعل شيء او عدم فعل شيء ما تخنقيه بزاوية دايقة ما بيقدر يهرب منه الا انه هو يثور ويعمل نوبة غضب عارمة وكبيرة حيلاقي حاله مزروك وما عنده طريقة يظهر من هيد الزاوية غير بنوبة غضب تركي يلبسه الشوز البديه ها الشوز السوداء ولا الشوز البيضاء ثوري طفلك بترعبه بترعبه يعني الولد بيخاف لما يشوف حاله معصب هالقد هو ما بيقدر يتحكم بتعصيبه بس هو مقادر يعرف ليه انا عم بعمل هيك انتبهي عانه ما يقزي حاله وما يقزي شخص تاني انتبهي كمان انه ما يكتشف التكسير والضرب والعنف لانه اذا اكتشفهم لح يستغلهم لح يستغلهم لانه انت حتخافي حتخافي لما تشوفيه عم يضرب حاله حتخافي لما تشوفيه عم بيكسره حيعمل اللي بدهيه وانت حتعطيه اللي بدهيه لانك خايفاني لحيشوف ضعفك لحيحس انه هيدا دليل ضعفك حاولي انه تمسكيه برفق عالارض لتحافظي على سلامته ولما يهدى لحيشوف حاله حديك وشوي شوي بيرتخي وبيهدى والصريخ يلي كان هو فيه والعصبية يلي كانت هي فيه لح تتحول على بكة ولا حيصير مثل بيبي صغير ولا حيشفق قلبك عليه يصدقينك اذا ابنك من يلي ما بيحب حدا يمسكه او يدقره جسديا او يحاصر جسده تركيه وما تحاول تسيطر عليه جسديا ابدا لانه هيدا حيصيد نوبة الغضب عنده وبعدي كل شي ممكن ينكسر من حوالي ما تحاول تجادلي وما تحاول تعارضي تركيه لي خلص نوبة الغضب بعدين فهمي بعدين حاولي لانه مام يستخدم عقله اللي حيفهم عليك ولا حتفهم عليك ما ترد الصراخ بالصراخ ما تشتركي بهيدا اللعبة مش انه اذا هو صرخ انت تصرخي هو على صوته انت تعلي صوتك فوقت عليه تصوته هيدا اللعبة ما تشتركي فيها لانه ما حتقديله ولا مطرح ما تخليه حس انك عم بتكافقي علشان نوبة الغضب مش انه اذا عمل نوبة غضب علشان بده قلم الأحمر ومتروحي تعطيه قلم الأحمر بدك تضلك عكلمتيك ممنوع قلم الأحمر لو عملت نوبة غضب لو كسرت الدنيا قلم الأحمر ما فيه هيك عشان يعرف انه نوبات الغضب ما حتوديه عمطرح ما حتحقق له أحلامه وطموحاته يعني ما حتحقق له اللي بده يا إذا عمل نوبة غضب ما تخليه حس أبدا انك عم بتكافقي عشان نوبة الغضب ما تغيري شي لصالحه لأن حيعرف حيعرف وحيخليك تستسلمه كمان بدي إياك ما تغديه على قد عقله حد العالم علشان ما يحكو عليك أنا ابني بيعمل نوبة غضب إذا كنا عند ناس ما بدي إياه يمد إيده على الصحن بخاف إنه ما تمد إيدك على الصحن عشان ما يعمل نوبة غضب ويبهدلني حد الناس وشو بدون يحكو علي ما بهم شو هيحكو عليك مهم ممنوع يعني ممنوع لوين ما كان ما تغديه على قد عقله حد الناس علشان ما يعمل حدن نوبة غضب بتحسي حالك أنت مزعوجة ومستحية أبدا خليك صارمة خليك على موقفك وخليه حس أنه أنت الpowerful أنت اللي عندك القوة مش أنت اللي ضعيفة وهو اللي استلم من القوة وإلا حيستغل على الآخر تنشي بس يعمل نوبة الغضب تنشي على الآخر احملي حالك روحي على قدك بس أكيد تأكده إنه يكون كل البيئة اللي حواليه بيئة سليمة ما بيقدر يأزي حاله وشيلك الاغراض اللي بتتكسر يكون كل شي سيف ساعته تنشي وروحي على قدك هو بيهدى منه لحاله ومع الوقت بيصير يعرف إنه نوبات الغضب ما حتوديعه مطرح لأنه أنت ما عم تستجيب إلى نوبات الغضب ما عم تستسلم لأله بشن هيك بيصير أقوى وقادر على تولي الأمور أكتر ومع الوقت بيصير أقل خوف هيدا الخوف يلي كان عنده بيقل وبيصير واسئ من حاله أكتر وهي بتكون كل شي نصايح حابة أنا أعطيك إياها علشان طفل غاضب أو نوبات الغضب عند الطفل إذا حابيت الفيديو عملي لايك وشير وإذا بتحبوا أحكي بشي موضوع سجلوا لي تحت بالكومنت أو إذا عندكن أسئلة وهلأ بحب ألكم مرسي لأوربور وإن شاء الله تكونوا يا مامي استفدتوا من هيدا الفيديو ومن المعلومات وما تكونوا كتير اضحكتوا على أنا كيف عم بحكي بس الفيديو كتير قديم إلو شي سنتين عندي على القناة وبتمنى عن جد عن جد تكونوا بتستفيدوا من كل الفيديو يات التربوية يلي عم بعمل أو أي موضوع بدكن يكتبوا لي تحت بالكومنت بالكومنتات يعني أني أنا أحكي لكم بأي موضوع أنتو حابيني أني أنا أحكي فيه وهلأ يا مامي بنهاية هيدا الفيديو بحبق لكم مرسي أحكي فيه أحكي فيه أحكي فيه أحكي فيه اشتركوا في القناة